السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صلاح حامد ورجعنا لكم في حلقة جديدة من سلسلة تقنية خرافية بعد طول غياب ولكن المرة في عندي أخبار خرافية الآن السلسلة إن شاء الله من هذا الشهر وصاعداً راح تصير سلسلة شهرية بدل ما كنت أنزل مجموعة الفيديوهات كل شهرين أو كل ثلاث أشهر أنزل خمس فيديوهات مرة واحدة بإذن الله تعالى الآن راح نصير نبلش كل شهر ننزل حلقة جديدة من هاي السلسلة فبإذن الله تعالى إنكم تستمتعوا فيها بدون أي تأخير خلينا نبلش بتقنية خرافية أصدار شهر 11 خدمة شوب اند شب بتسمح لك أنك تتسوق من أي مكان بدك يا في العالم وإنت جالس في منزلك لما تسجل للخدمة راح تحصل على 18 عنوان بريدي موجودين حول العالم اللي بتقدر تشحن لهم ومباشرة بيقوموا بفرودة الشحنة لإلك للعنوان اللي أنت بتكون موجود فيه احصل على العضوية مجانية مدى الحياة عن طريق الضغط على الرابط اللي في صندوق الوصف بنبدأ مع منتج اسمه الايرولر واللي هو عبارة عن منتج لما شفته أول مرة صراحة ما اقتنعت كثير حبيتني أشوف المنتج بنفسي علشان أقدر أصدق الفكرة من هذا المنتج هو أنه عبارة عن رول من الداخل بيكون مغطة ببلاستيك اللي بيكون لاصق إلى درجة معينة واللي بسمح لك أنك تزيل البصمات من على أي جهاز من على أي سطح إن كان فور مايكا إن كان زجاج بغض النظر إيش كان بكل بساطة فقط بتمرر الرول عليه عدة مرات ومباشرة البصمات كلها بتختفي هالكلام رح يكون مفيد جدا بالنسبة للناس اللي بتملك أجهزة زجاجية كثير وخصوصا إن كن صانع محتوى بتصور أجهزة كثير فهذا الجهاز رح يسهل عليك عملية مسح رح تأخذ منك وقت طويل جدا وصراحة المنتج جدا جدا لطيف وجميل من ناحية الحجم جدا صغيرة وبخليت دايما في شنطة الكاميرا لما أجي بدي أصور مباشرة بتكون موجودة معي فما بقعد أمسح الشاشة أو أمسح ثار الجهاز مباشرة بستخدم هاي القطعة انتقالا للمنتج الثاني في هالفيديو اللي هو غرادت واللي هي عبارة عن لوح بإمكانك إنك تخزن عليه كمية ضخمة جدا من التقنية بطريقة جدا جدا دكية ففي عندك مجموعة من سترابس الربر اللي بتسمح لك إنك تخبي أغراض ما بينها وتقدر تحط مجموعة ضخمة جدا من الكوابل الباوربانكس أي إشي بدك إياه وجدت هالمنتج جدا رائع لما أكون بدي أسافر وبدي ألملم مجموعة من الأغراض العشوائية لصغيرة اللي نوعا ما راح تكون ملي عبي الشنتة ومليانة في الشنتة أيضا لطالب الجامعة ممكن تكون شي جدا مفيد فبتقدر أنك تنظم كل أمورك في قطعة واحد اللي تشيلها بدل ما تكون لام مجموعة أغراض في إيدك أو شايل عدة أمور أيضا نفس القطعة من الظهر في عندك سحاب بإمكانك إنك تفتحه علشان تخزن أوراق مهمة أو أمور مهمة إذا كنت تحط محفظتك في الداخل إذا كنت تحط أوراق بوصول مالية أو شي معين بإمكانك إنك تخزنها في هاي القطعة قطعة جدا 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 جميلة ومتوفر منها عدة ألوان اللون الأحمر جيد بحثنه بسمح لك إنك تميز أصغر الأشياء اللي بتكون بتحططها في هاي القطعة المنتج التالي من شركة Logitech اللي هو T650 Trackpad الآن للناس اللي بيستخدموا لابتوبات مش رح يحتاج هاي القطعة إطلاقا لأنها عبارة عن نفس التراكباد اللي بيكون موجود عندك في اللابتوب ولكن إذا كنت بتملك حاسب مكتبي أو ديسكتوب وبتحتاج أحيانا إلى تراكباد بحيث أنه في بعض الجستشيرز من نفس ويندوز 10 أو ويندوز 8 اللي بتقدر تعملها وحتى الكلام نفسه أيضا ينطبق على ماك في حالة ماكومدك تجيب الماجيك تراكباد الخاصة بأبل فبإمكانك أنك تستعمل هاي القطعة لشان تقدر تعمل سكرول اليمين وعليسار وللأعلى للأسفل تعمل زوم in وزوم out وهالكلام أيضا فادني شوي بالفيديو editing بحيث أنه أثناء منتجة الفيديوهات وعن طريق بغض النظر إيش كان البرنامج اللي أنت بتستعمله وبإمكانك أنك تحرك في التايم لاين عن طريق هاي التتشباد وبإمكانها طبعا ويرلس فبإمكانك أنك تستخدمها من بعد بتقدر أنك مرات تستخدمها كميديا ريموت في حالتكم ذلك تقدم في موفي معين إذا كنت شابكها على سمارت تيفي أو إذا كنت شابكها على بي سي وشابكه على الشاشة بإمكانك أنك تتحكم فيها بشكل كامل عن طريق هاي التراكباد التالي هو عبارة عن سماعة بلوتوث اللي هي شيء له فترة غايب من تقنية خرافية ولكن هالسماعة فعلا تستحق أنها تكون موجودة اللي هي الـ H9 هاي السماعة تتميز أولا بحجمها لصغير وقدرتها العالية جدا على توليد الصوت فالبيس اللي طالع من هالسماعة شيء جدا جدا خرافي من ناحية قوة الصوت ومن ناحية النقاء اللي رح تحصل عليه شيء جدا ممتاز المنتج التالي هو شيء لما اشتريته كنت شوي مشاكك صراحة بالوظيفة المنتج هو الستاشي USB Adapter اللي هو عبارة عن قطعة بتشبكها في اللابتوب أو في أي منفذ USB علشان تقدر تطلع طاقة أعلى من الطاقة الطبيعية اللي دايما المنفذ بيطلعها هالكلام مخصص لشحنة جوالات فأنت بالعادة لما تيجي بدك تشحن جوال من منفذ USB عادي وليس من شاحن كهربائي رح تلاحظ أنه عملية الشحن بتكون بطيئة جدا لأنه بالعادة فولتية أو الأمبير اللي بيكون طالع من نفس الـ USB بورت ما بيكون مهيئ أنه يشحن جوال فبيكون بالعادة ما بين 0.5 إلى 0.8 أمب على 5 فولت ولكن اللي بتعمل هالقطعة هي أنها بتعمل سوبر تشارج لهذه الطاقة وبتقوم بتزويدها عن طريق الترانزسترز اللي موجودين في داخلها علشان تطلع لك طاقة أعلى فبيصير بإمكانك أنك تشحن لدرجة معينة وكأنك تشحن من شاحن AC عادي عن طريق منفذ USB طبيعي فلو كنتك تشحن جوالك بسرعة عن اللابتوب كل ما عليك أنك تسويه أنك تحطها ما بين وصلة USB ومنفذ USB تاع لابتوبك ومباشرة الجوال رح يصير يشحن أسرع من البورت العادي الآن سرعة الشحن ليست بالزبط مستقرة على 2.1 في أفضل حالاتها ولكنها بشكل عام من تجربتي كانت أفضل بكثير من الشحن مباشرة عن طريق منفذ USB العادي ونوعا ما آمنة بحيث أنه الآن إلي أكثر من شهر ونص بستعملها وما وجهت فيها أي مشكلة على الأطلاق نتوقف للحظة لشكر راعي هالفيديو اللي هم شاب ان شب اللي هي خدمة تسمح لك أنك تتسوق عن طريق الإنترنت واللي منكم بيعرفني وبتابعني على شبقات تواصل اجتماعي بيعرف أني مدمن تسوق على الإنترنت خدمة شاب ان شاب تسمح لك أنك تشتري من أي موقع الكيتروني موجود حوالي العالم بحيث أنه بمنحوك لما تسجل أكثر من 18 عنوان بريدي حوالي العالم اللي بيصير بإمكانك أنك تشحن من أي موقع بدك يا لهاي العنوين وبهم ما بيردوا يرجعوا يشحنوا لك هاي الأغراض حتى لو كان الموقع الأصلي ما بيدعم أنه يشحن لك مباشرة بإمكانك أنك تحصل على تفاصيل كاملة بخصوص شحنتك عن طريق زيارة الموقع الكيتروني الخاص فيهم أو عن طريق التطبيق الخاص فيهم أيضا اللي بيسمح لك أنك تطلع على وزن الشحنة وين صارت بالزبط وبإمكانك حتى أنك تدفع رسوم الشحن نفسها بالإضافة إذا كان فيه مترتب عليك رسوم أخرى إما عن طريق الكردت كارد أو الفيزا أو باي بال أو حتى عن طريق الكاش لما توصلك الشحنة إذا كنت مهتم منك تحصل على العضوية مجانية مدى الحياة في شاب أنشب اضغط على الرابط الموجودة في صندوق الوصف اللي فيها كل هاي التفاصيل بهيك بنكون وصلنا إلى نهاية حلقة تقنية وخرافية إصدار شهر نوفمبر إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها الفيديو رابط لك كل المنتجات اللي تم ذكرها راح تكون موجودة في صندوق الوصف بالأسفل إذا كنت حاب أنك تشتري أي منها إيش أكثر منتج شفته خرافي وأعجبك ومهتم منك تشتريه اكتب لي في قسم التعليقات بالأسفل وإذا كان في عندك منتج بترشحه أنه يكون منتج خرافي ويدخل فيها السلسلة بعتليه على حسابي على تويتر رابطه أيضاً راح يكون موجود في صندوق الوصف بالأسفل هذا بشكل عام كان كل إشي لهالفيديو إن شاء الله يكون الفيديو ممتوع ومفيد كما معكم صلاح حامد في أمان الله